من لندن مراسل الغد محمد الفنيش محمد على الرغم من أنه بريطانيا تعتبر الأولى أوروبية من حجم كميات التطعيم إلا أنه المعارضة تطالبها بزيادة كميات اللقاحات هل المطالبة هنا سياسية من أنه فعلا الحالات وحجم الإصابات يحتاج إلى زيادة الكميات حسب ما هو متداول طبعا؟ نعم المعارضة البريطانية المتمثلة في حزب العمال في زعيمه كيراستاما دعم بوريش جونسون في إجراءات مواجهة جائحة كورونا وبالتالي قام وصوت معه مثلا في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وركز على المصلحة الوطنية لكن حمله في خطابه يوم أمس مسؤولية كبيرة جدا حيث قال أنه لا يمكن أن يكون هناك إجراءات متأخرة قال بحسب زعيم حزب العمال البريطاني كيراستاما قال أنه بوريش جونسون يتخذ الإجراء المناسب في وقت متأخر وبالتالي طالبه بتسريع وطيرة الإجراءات طالبه كذلك بضرورة تسريع اللقاح في المملكة المتحدة نحن نعلم أن بريطانيا الآن حاليا تقوم بـ 210 ألاف لقاح يوميا وتحاول بريطانيا مع الأسبوع المقبل أن تصل إلى مليوني لقاح بشكل أسبوعي السلالة الجديدة لفيروس كورونا فاجأت الحكومة البريطانية فاجأت المجتمع البريطاني فاجأت حتى المختصين والخبراء هنا الطبيين خاصة كريس وايتي الذي قال أن هذا المرض مخيف وطالب بأن تكون هناك سلسلة إجراءات جديدة مرتبطة بحالة الإغلاق على اعتبار أن الآن لدينا تقريبا خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 46 ألف إصابة أكثر من 500 حالة وفاة فقط يوم أمس الجديد كذلك أن الوفيات أو أقصد الإصابات في جائحة كورونا بادت تصيب من هم أعمارهم 30 إلى 40 سنة نحن نعلم أنهم كانوا من ينقلوا إلى المستشفيات فقط من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة المستشفيات البريطانية تعيش حالة من الاكتضاد العام وبالتالي دق ناقوس الخطر فرضت البارحة مثلا بعض الصحافة البريطانية طالبت لماذا رئيس الوزراء تنقل إلى خارج لندن وطالبت بأن تكون قيود على الجميع بكل تساوبي ما في ذلك الحكومة لكن رئيس الوزراء رد وقال أنه نعم هل هذه المطالبات بزيادة كميات اللقاحات من قبل الحكومة البريطانية هل تمتلك الحكومة البريطانية هذا فعلا حسب الأرقام المتداولة؟ الحكومة البريطانية فتحت 2700 مركز في عموم البلاد للقاح وقسمت عملية اللقاح عبر مراحل بمعنى أنه خلال شهر يناير ستتم لكل من يعمل في دور الرعاية والمستشفيات من أطباء وممرض وكل العاملين في قطاع المستشفيات وكبار السن منهم في 80 سنة فيما فوق على اعتبار أنه مع نهاية يناير تكون قد انتهت هذه الفئة وبداية فبراير يكونوا قد دخلوا إلى فئة من 54 عاما فما فوق حتى 65 عاما الفئة الثانية الحكومة تحاول أن تكون مع منتصف فبراير المقبل قد وصلت إلى 15 مليون لقاح نحن نعلم أن الحكومة البريطانية افتتحت أو وافقت على لقاح أنسترا زينيكا وكذلك لديها اتفاق مع فايزا بيونيتيك وبالتالي وهناك كذلك موافقة على اللقاح موديرنا وبالتالي يبدو أن الحكومة البريطانية تسير لكن جائحة كورونا في سلالتها في موجتها الثالثة ضغطت على كل هذه الإجراءات على الأقل بحسب المراقبين شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مراسل الغد من لندن محمد الفنيش